مرحبا فيكم حبيت اليوم صور هذا الفيديو بطريقة أولا أبسط من هاك تلك اللي يقدر يعمله أحبائي مثل ما أريتو تحت بالعنوان أنا بس بيهول المكونان الاتنين فيني أعمل منه نموني احتفظ فيها بأطرميزات أو مرتبانات الضل عندي للسنة كاملة وأكتر من سنة وما تنتزع أبدا أول مكون هو اللبن أو الزبادي وتاني مكون هو البرغل الناعم الأسمر هفارجيكم كيسو هيك بيكون شكله بالسوبر ماركات برغل أسمر ناعم أنا بعرف هلا أكتار من أحبائي يلي عم يحضروني منهم سامعين بهيدي الأكل من قبل هيدي واحدة من الأكلات يلي بتعود للتراث اللبناني القديم جدودنا كانوا يعملوها الكشك بيسموها الكشك أنا اليوم هاعمل منه الكشك الأخضر فيه الكشك اليابس وكشك الأخضر أنا هاعمل هلا الكشك الأخضر هجيب عندي هيدا الجات بعرف كبير شوي سراحة الملتقة عندي أصغر منه بجيب كبيرة البرغل الناعم مافي داعي لأنكم تغسلوه أبدا إذا نوعية الماركة اللي جايبين مننا أنتم واسقين مننا مافي داعي تغسلوه أبدا بحط فوق كبيرة اللبن عفكرة طريقتها كتير سهلة بس الشغلي بده وقت شوية وقت هاخفئ هالمكونات مع بعضهم إلى أن يندمجوا كتير منيح هلا أكيد في ناس فيها تعملوا ببرغل أبيض إذا ملتقى البرغل الأسمر فيكن تعملوه بالبرغل الأبيض بس أنا بحب البرغل الأسمر بحسه صحي أكتر بهالبساطة هاي هلا متل ما شفتوا خلطنيهم مع بعضهم هغطيهم هغطيهم ببشكير المطبخ نضيف هشيلة هلا أحطها ع طاولة المطبخ عجناب لعبكرة الصبح عبكرة الصبح بقلكون شو هنعمل فيه طبعا بها الطريقة أنا بعطي فرصة للبرغل تيشرب اللبن كتير منيح ومن بعدها هنكمل سوا شو هنعمل بعد مرور 12 ساعة أحبائي متل ما شايفين البرغل امتص عندي اللبن كله ضروري جدا تستخد مجاطئ زاز أو ستانلس تيل الأصلي تحت الحوامض ما تتفاعل مع الألمينيو أو البلاستيك هاي الشغلة خطرة كتير هلا أنا شو هأعمل هحركون متل ما شايفين البرغل ناشف صار ناشف هلا حزيد على ملعة واحدة من اللبنة هايدي هي اللبنة لبنة ومش لبن لبنة أنا عملتها بالبيت شغل ايدي بدي بس ملقعة واحدة بحطها فوق البرغلات البرغل واللبن يلي عملناه مبارحة وبحركون مع بعضون بخليهم يندمجوا كلهم مع ملقاعة اللبن كتير منيح وهيدي العملية حتتكرر أحباقي كل 12 ساعة لمدة 6 يام يعني 6 يام من بكير ومن عشية يعني الصبح وباللال بتحطولها ملقعة لبنة وبتحركوها بتدمجوها كلها مع بعضة ومن عشية باللال بتحطولها كمان ملقعة لبنة وبتحركوها مع بعضة ما بعرف هالفيديو قدي حياخد مني وقت بس كتير حبات اني قدم هايدي الوصفة عقناتي اعمل شي من المون اللبنينية وازا بتحبوا لسا بعملكون المكدوس لسا الايام الصيف بصير في مكدوس بدنجين بالسوق لازم نعمل مكدوس أو زيتون ازا بتحبوا بنازل طريقته كمان هلا بعد ما حركناه هون كتير منيح ادمجنا ملقعت اللبن مع البرغل واللبن يلي خلطناهن مبارحة بتير منيح هلا شو بعمل برجع بغطيهم وبنطر عليهم 12 ساعة لبللال يعني وبرجع بحط ملقعت لبنة وبحركهم مع بعضون احباقي هلا كمان بعد مرور 12 ساعة هلا قدني لال بعدني باليوم التاني كمان حضيفة عليه ملقعة من اللبنة هاي ملقعة الطعام من اللبنة وكمان برجع بحركهم مع بعضون هلا هيد العملية متل ما قلتلكون هتستمر ست يام اليوم نحنا باليوم التاني انا مبارحة نقعطي البرغل مع اللبن واليوم صبح وبالليل حطيت ملقعة لبنة الصبح وملقعة لبنة بالليل وراح كرر هالعملية لوصل لليوم السادس ما بقصور المراحل انا لوصل لليوم السادس ما يكون الفيديو كتير طويل وتملوا وتزهقوا بنفس هيد العملية بكررة كل يوم حنوصل لاخر يوم ما بظن انه الجاط طلع كبير ظاهر حجم الجاط منيح لانه عم ينفشو كل ما عم زيد لبني عم ينفشو ما تأخذونا الكهربا راحت واجت مشان هيك صار تعتم شوي حلا في شغلي كمان حب بقوله لانه ما بقصور لليوم السادس يلي بحب يستخدم حليب معزة بيقدر الشغلي بترجع للزوق عفوا مش حليب لبن لبن معزة لبن يعني زبادي معزة بيقدر ويلي بده يستخدم لبن غنم كمان بيقدر الشغل بترجع للزوق في ناس ما بتستسيق دعمتون بتحب لبن البقر انا هلا مستخدمية لبن البقر واذا عبالكن البرغل يكون ابيض ما يكون اسمر كمان فيكن برغل خشن ما يكون برغل ناعم كمان بتزبط ما تعقدوها ابدا هي الشغل بترجع للزوق انما التزموا بالكميات وبس وحضف لكمان نصف ملع من الملح الخشن بس اول مرة ما بقضف للملح ابدا ولي عم يسأل عن البرغل ما بيعرف شو يعني برغل البرغل هو قمح قمح مسلوق ومجروش بيعملوا منه برغل ناعم وبرغل خشن وفي منه اسمر وفي منه ابيض هدا الكشكل اخضر هلا في ناس حيفهموا انه لونه اخضر لا اخضر يعني ناية يعني مش مطبوخ متل ما هو بعد ست ايام نحنا من كعز له يعني من دعب لبان ايدينا ومنحطه باطراميزات مع زيت زيتون ومنصيره نحط منه عالترويقة يعني لفطور او عالعشا مع كباية شاي وبناكله بالخبز كتير طيب يلي ما بيعرفوا بنصحوا تجربوا متل ما شايفين طريقته سهلة بس بده شوية وقت صبحوا عشي تضيفوا ملقعة لبنة وتخلطوها بهالطريقة هاي ومنغطيها لعبكرة الصبح بعيد نفس المسألة لست ايام وبشوفكم بعد ست ايام بسم الله وماشاء الله اليوم هو اليوم السابع ما شاء الله الله يبارك البرغلات عندي شبعونين لبنة متل ما اتفعنا انا كل 12 ساعة كنت حط لهم ملقة لبنة وحركهم وهلا كمان ححط لهم ملقة لبنة حط عليها اللبنة وحركها ما شاء الله هلا شو هاعمل هلا حزيحي عجناب وبجيب عندي صينية صينية حطة فيها انا بشكرين من بشكر المطبخ نحن خصوصي لهيك اشياء للبنة وللكشك وحطة فوق هايدي يعني مسمكتون حطة كذا طبقة وبلش فض الكشكات عليها بهالطريقة بسم الله بمدن فوق كل الساينية متل ما شفتم احبابي انا فرغت كل الكمية هون هلا حمدوا المزبوط على كل الشقفة وانطر عليها يومين تا يكون نشفة ميتة الشكيري اللي تحت امتصت المي تعولي اللبن كتير منيح وبرجع بخبركم شو هنعمل فيهم هلا حاتركها على هالحالي لمدة يومين من يومين لتلاتيان ماكسيموم وطبعا فيه معلومة بدي ألكون انه هايدي الأكل بتنعمل بأيام الصيفية وانا هلا ما بعرف امتى حنزل الفيديو بس انا هلا عم بعملها ببداية شهر اذار تاقلكون انه مش ضروري ابدا نتأيد باشية معينة اذا بدنا نعمل الأكلاتي اللي نحنا منحبها فينا نعملها فينا نلاقيه لمية طريقة وطريقة ونقدر نعملها بالضيعة ان كان ولا ان كان بالمدينة ولا ان كان بالصيف ولا بالشتي بتزبط انا بهالقنات همي اني نزل لكم الوصفات يلي انتو بتحبوها بابسط الطرق ومن دون اي تعائدات هلا حانطر عليهم يومين وبرجع لكم وعفكرة ما بيدي برد بتضل هيك ع طاولة المطبخ والملح بينضاف بس اول يوم ما با نضيف ملح ابدا وبعد ما مرأ يومين من يومين لثلاث يام انا متل ما شايفين كتا مغطيتهم بهايدي القماشة هي متل الطول مشان الغبرة شفتوا كيف صار فارجيكم اياها على الكاميرا كتير منيح نشفو كتير منيح والقماشة اللي كنت حططته تحته امتص كل السوائل من الكشك تابعنا وتقعرف اكتر انه النشفو تماما وصرت قادرة اني كعزلن او دحكلن عشاك البولاد وحطهم بالقطرميس بحملن هيك بين ايديا شفتوا كيف ما بقى يلزق على ايده متل ما شايفين اصلا بينين هني انه النشفين غيرت اللي بشاكير متل ما قالت لكم هول خصوصي للكشك واللبني انا بستخدمون هلا بصفصف عليهم الكشكات انا عملتهم عشاك البولاد انا عملت جهدي اعملهم قد بعضهم هلا شايفين شايفين اصبعتي كيف انه معلمي عليها اللبني هيدا الشي ما لازم يصير مشان هيك انا حارجي انا شوفهم يومين من بعد ما دعبلتهم عشاك البولاد هارجع اتركهم يومين وطبعا غطيهم بالقماشة التولي اللي فرجعتكن عليها برجع لكم بعد يومين وهلا احبائي من بعد ممرأ يومين يومين ونص تقريبا متل ما شايفين نشفوا عندي كتير منيح انا رجعت كعزلتهم بين ايديي متل ما شايفين ما بيعلم على ايدي ابدا نشفين تماما اخدوا معي يومين زيادة لانه متل ما قلت لكم نحنا بشهر ازار وشهر ازار يعتبر برد عنا بعدنا بالاشهر الباردة شايفين كيف القماشة اللي تحته امتص بقية السوائل هلا حزيحة شوي عجناب وبجيب عندي هذا المرتبان انا مغسلته ومنشفته كتير منيح اول شي حاعمله حاقسكب الزيت بقلب المرتبان قبل ما حط الكشك لان اذا حطيت الكشكات بالاول حيدبغوا على المرتبان حيوسخلي شكله للمرتبان ححط الزيتا يضل الشكل مرتب ونضيف بسم الله طبعا انا مستخدمي هون زيت زيتون انتو فيكون تستخدموا الزيت النباتي يلي انتو بتحبوه ححط هلا ما حعبي كله ححط هايدي الكمية وبلش نزل حبات الكشك عندي بقلب الزيت حبي حبي بسم الله متل ما شايفين تقريبا حيرجع الزيت الزيت علي هون باقي عندي لسه هدول تا يرجع تا ما يرجع يوصخولي جدار المرتبان من جوه ببعرف اذا عم تفهموا علي انه انا اصدي اذا بشيل هايدي مثلا اذا بحطها هايك شايفين كيف بتوسخ انا هايدي الشغلي ما بدي اياها انا بحط الله زيت تا ما احصل على هايدي الطبعات من الكشك هارجع زيت زيت بسم الله وارجع كمل حبات الكشك كله ما شاء الله انا عندي طلع اطرميز حجمه محترم متل ما شفته بكمية كتير بسيطة من البرغول واللبني اعملت موني بتضل عندي سنة وما بتخرب ولا ابدا ساعتي اللي بدي بشيل منها مع ملقعة زيت زيتون حدا كبايت شاي صحن حرحورة اي شي انتو بتحبو تعد من الوجبات اللي بتنحط عمائدة الافطار او مائدة العشا انا الكلام اللي هلا بدي احكيه تركته قصد لاخر الفيديو تا يلي ما بيحب يسمع ما يدي اخلقه خلال عملية انا وعم بعمل الكشك خلال الفيديو انا بعرف اهل اللي بقاع بلبنان اهل بعلبك بالتحديد في ناس بتغسل البرغة القبل بتنشفوا بعدين بتنقعوا في ناس بالحليب ناس باللبن بدي لكم شغلة بدي وصل لكم النقطة انه ما في خط محدد لعملين اكلة معينة اي اكلة بالدنيا بتنعمل بكذا طريقة وبأسهل الطرق ومن دون اي تعقيدات متل ما شفته عملت الكشك يلي بيعرف الكشك اللي بناني بيعرف قديش هو صعب قديش بياخد مجهود من اهل القرى اهل الضيع تا يعملوا هدا يلي انا عملته بهالبساطة يلي انتو شفتوها خلال هالفيديو طريقة عملهم للكشك كتير سعب اه في ناس قبل ما تكبسوا هون بالذات من دون ما تكبسوا بالذات بيضالهو هون على الشقف بيحطوه على السطح تحت الشمس بقيام الصيف حصرا ما بتنعمل بقيام الشتوية اذا بدون يعملوه يابس بتركوه يابس بس على الاخر برجع بياخدوه على المطاحن بيطحنو بمونو عندن للسنة واكتر من السنة او في ناس بيعملوه مثل ما انا عملته كمان هيك اخضر يعني الناي مكبوس بالذات زيت نباتي او زيت زيتون ما بتفرق ابدا وكمان بياخد منن جهد كبير انا قدمتلكون اياه على قد ما بقدر بهذا الفيديو بطريقة مبسطة بطريقة ما بالتعب بس بدي شوية وقت بس ما بدي جهد ما بدي جهد ابدا بتمنى بهذا الفيديو اني كون قدمتلكون شي بفيدكن انا متأجد يلي دي الكشك من قبل حيركد هلأ شايف الطريقة قدي سهلة عحسب ما نحن كنا اخدين فكرة انه طريقتها صعبة ومستحيل تنعمل الا بالضيع الا بالصيف الا بطرق معينة وبطقوس معينة متل ما شفته ما حطول عليكم كتير بالكلام بتمنى يكون عجبكم هالفيديو واذا عجبكم اعملولي لايك وباي المواه الدرس لابدا كتير ا安全 اشترك 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 شكرا